أصبحت أطلال بعدما كانت وحاة خضراء تسر الناظرين بعراجينها الممتلئة بالتمور هذا هو حال وحاة الناخلي بأضرار الآن رأنا متواجدين في واحة سمنطيط هذه الواحة التي كانت بالأمس القريب كانت واحة خضراء بمثابة جنة فوق الأرض الآن كما تلاحظون أنها عبارة عن منطقة جرداء وكأنها أصابها وبيل كما ذكر في القرآن أصابها وبيل فطن الفلاحون أرجعوا الأسباب إلى تراجع منسوب المياه بالفقارات التراجع منسوب المياه هو مؤثر كثيرا على النخيل وعلى الطابع الفلاحي بصفة نعمة وتمنطيط بصفة خاصة كما نحن نرى أن تمنطيط كانت فيها عدة فقارات حفر الأبار أكيد يزيد من تنقص منسوب المياه كيف ذلك؟ عادة ما يتم حفر البئر في منبع الفقارة وبالتالي يتم حفر ذلك البئر وتتعمل في المضخات الحديثة هذه المضخات التي لها القدرة على جذب كل المياه التي تمر بالشعرات المائية لتمد الفقارة كما طالبوا بتدعيمهم لإنقاذ ما تبقى من وحاتهم هنا لابد أن يتدخل دولة وتدعيم هؤلاء الفلاحين لماذا؟ لأنهم لم يجدوا حل آخر بديل على هذه الأبار الحديثة لأنه كيف أن هذا الفلاح البسيط يسمح في بستانه ويحفر بير آخر حديث ويعمل بستان آخر حديث وإلى أن ينظر لحل هذه الوحات التي أصبحت حطب تبقى وحات النخيل بأضرار في خطر